أهلا بكم أخواتين إن شاء الله تكونوا كامل بخيروا في صحة جيدة اليوم إن شاء الله حبيت نديلكم بسكويروليف بأسهل طريقة ويجي إن شاء الله ناجح مية بالمية هكا متخافوش أنه يتكسر لكم لما تجوا تروليوا إذن أنا هنا رح نختم بثلاث بيضات كما شفتوا فصلت الصفارة على البيض خليت تسعى البيض خدا درجة حرارة الغرفة حطت البيض درجة مهرشة نتعملح ورح نطلعو حتى نيولي تلج لما يولي تلج هنا رح نبدأ ونضيف الصقر على دفوعات بالنسبة للصقر أنا درت تسعين قرام تسقر لأنه أنا في البيسكوير هده رح نخدم بجنواز عادية لهي كل بيضات تديري تلاتين قرام تسقر وثلاتين قرام إنتاء فارينا إذن هنا بما أنه نخدم تتبيضات فستعملت تسعين قرام صقر حرارة مع تسعين قرام إنتاء فارينا كما قلت لكم رح نضيف الصقر تدريجيا على دفوعات حتى نتحصل للمرنج ونبدأ ونضيف صفار البيض تدريجيا قلت لكم من بين يعني الجنواز اللي ختمت كامل هدي هي الجنواز اللي يعني عجبتني أخلاها جاية خفيفة بزاف وتجي ناجحة إذن هنا نضيف صفار البيض واحد ورد ثاني حتى نكملوهم في ثلاثة مع الخفق المستمر وشنو نقصوه سرعا تلباطغ للسرعة رقم واحد ونخفقوه ملي حتى يمتازج هديك الصفار جيدا مع المرنج إذن هنا يا حبست الخفق قم بعد رح ناخد الفيرينة اللي قد لكم هي تسعين قرام رح ندلها لفانين نكها بلفاني لفاني أنا رح نستعمل هدي لفانين تلا مخ كجنواز كنت هدرت لكم عليها من قبل تجي في هاد الساشي اللي جاي محكمة الإغلاق الحاجة اللي عجبتني لكتر فيها انه يعني ساشي فيها هاد القفل اللي خليه يحافظ على الريحة وعلى الجودة انتا لفانين تانا حطيت نص المغرف لانه يعني تفي بالغارة طريحتها التيقة ما شاء الله خلطها مع الفيرينة ورح نضيف هديك الفيرينة على الدفوعات ونخلط فقط بسباتيل بهذا الشكل بالأقل من تحت الفوق حتى ندخل الفيرينة جيدا في هادك خليط البيض وطبعا نغرب لها دي ما نقول لكم نجب نغرب لها هديك الفيرينة باش تتهولنا وباش تعطينا نتيجة ممتازة يعني تجي هكال جنواز التانا فيها خفاء رح تلاحضوها اذا ندير بهذا الشكل ومبعض يا لبنات هنا جبت الصينية هدي اللي الطول انتحت 30 سنتيمتر على 23.5 عرض كنت حطيت لها بابي كويسون وهذا كلوي بابي بعد كنت ادهنته بالزبدة زيت رشيته بالفيرينة باش فيما بعد يعني ينفصل بكل سهولة على الجنواز نيطاليها بهذا الشكل بحيث لازم تكون في متواة واحد وهد الخطوات كامل يعني قبل ما نبدأ فيهم كنت حطيت لفوق يسخن على 180 درجة يعني باش يسخننا جيدا نيطالي الجنواز في كامل هدوك الجوانب الزيوغتو لكوان هكا باش تحكم فيهم وندخلها الطيب يعني مدة الطهي مهمة جدا هنا ملازمش الجنواز انتاكم تفوت يعني صدقايق على الاكتر انا هنا خليتها 8 دقايق ولكن اذا شتوه كبلي شوية بنتلكم نقصة يا بولا حاجة خلوها تصدقايق وطفيو عليها حطيتها فوق هديك شبيكا خليتها تبرد ورح نخدم لك كامل رح نحشي بيها رح نخدم بهدي انتا جنواز عندي هدي تالبيدون تازوش كيلو وعندي هدا الساشي تعمية وخمسة وعشرين اجرام انا هنا رح نخدم به كماش تقول لكم يعني الميزة انتا منتجة جنواز انهم يجوا في دي ساشي باغلاق محكم هنا معديش تفاري يعني اللي بيها حليتها شوية بصعوبة اذا فرقتها في هاد الكيس اذا هنا مبعد تشوفوا الابودغ وين لحقت ومبعد هي البنت رح ناخد الكاكاو كذلك نفس الماركة جنواز يجي ريحتو قوية والمدق تعوه يجي مميز ما يجيش مر بزيف رح ناخد منو انا هني اللي بنا درت منو زوجو مغارف كبار ولكن انتو ما ديرو مغارف ونص فقط رح تكفي انا درت زوجو مغارف كبار وزيت عمرتهم ملاح قطلكم زوجو مغارف ونص رح يعني تافي بالغرض لانو انا البيسكويتاي حبيت نديروه لغو شوكو فاني وتقدروا تكتفي ويعني تديروها فاني بلا ما اضيفوه الكاكاو اذا خلطت الكاكاو جيدا مع البودغ انت الشانتيي ودرت كاس الى ربع معاها انت ما خفقتهم على صرعة بطيئة واحدة دقيقة هكي ومبعد واصلت في الصرعة وواصلت الخفق مدة ثلاث دقائق حتى تخففنا الجنواز بشكل جيد اذا على قد ما تخفقوها اللولا تخففت تخفق بشكل جيد وفي نفس الوقت ماما اللون رح يتفتح يعني فالول يكون بني غامق ومبعد لما نخفقهم ليح رح يولي بني فاتح اذا هنا بردة الجنواز كما شفتوا كينا اللي يحبوا يشربوا بيسكويتا حمت قدروا يعني تشربوه ولكن حاجة خفيفة فقط لانو كنت شربوه بزاف يسرد طبعا رح يتفتت لكم كيتجو رح تروليوه انا هنا حبيت نحط طبقة من الكريمة وشنو ما حبيت نكتر الكريمة بزاف لانو ديجا رح نزيد نغطي رولي تعيب الكريمة اذا نشوفو روليتو يعني مرة واحدة ماشي كما بطريقة تقليدية تعود تعود ع تروليوه في سيربيتا وتخلوه زيت تعودو وتفتحوه تحطوه لعك خيم زيتو تعودو تروليوه انا بالطريقة تاعي نروليه مرة واحدة فقط خليتو يبرد ابلي كيتجو الكريمة اللي كي ما قلت لكم يعني درت شوية فقط ما حبيت شن كتر منها بزاف وبعد خليتو هكا واحدة ثلاث دقائق في التلاجة نحيت منو بابي كويسان كما شبتو يتنخى بكل سهولة لانو درت له زبدة وفارينة ومن بعد راح تدق نغلف البسكوي من فوق بالكريمة بهات الشكل راح ناخد هكا بشوية وبالاسباتيول راح نغطيه كامل بهات الطريقة قوت لكم تقدرو يعني تديروها فاني في فاني ولاماما يعني الكريماتيكم تديرو لهاكاش باتداغوم باي يعني يقولي حايبينو سيدخون ولا فريز ولا وش حبيتو المهم لها باسية الفكرة انو الرولي تانا ما نطيبوش بزاف ونرولي واحد مرة واحدة بعد خديت يا لبنات هادي الكوبات هادي اللي جاية موش رشافة يعني باش نتحصل على هادا الاشكال كيما شفتو راح نعقب على الرولي من فوق بهات الطريقة ونمسحها ونزيد نعود نعقب حتى متحصل على الشكل هادا ومبعد الكريمة المتبقية حطيتها في اللابوش عدوي بهات الطريقة وحطيت فيها هادي كالادوية رقم 333 وشكلت هاد اللي غزاس بهادا شكل وزيينتها من فوق بهادا الوردة الجوري ورح نزيينها بهادا الشوكولات بتاع كالبو اي تتبع بالميزان عند خالد يعني سيت نصور لكم محل تخالد بس كامل نستقصون عليه وين جاي ولكن ما قدرتش لانو الطريقة هاديك فيها بزاف يعني الناس وصرتون سايفوتوا بزاف يعني مين نجي نهز الكاميرا هكا باش نصور الطريق انتعوه يعني يقطعوه لنسا فعلا بها ما قدرتش ولكن هو المحل تعوه متواجد بالضبط وين لي تاكسي انتع عين شرشار وين سوقت الحضرة هاداك بنسبة طبع الناس اللي يسكنوا هنا في عذابه اذا لبنات حطيت الرولي في الثلاجة الساعة كاملة قبل حتى حكمت هاديك ودرك نحيط هادا الطرف يعني لي جاي هكا على جيهة باش تبان لها فورما متاع الرولي وهنا راح نقسم معاكم تخونش هادي اللولا طبعا جاي قصير هكا لانو ديجا الصينية اللي استعملتها جاي صغيرة شوية وروليتو بالعرض اذا ها هو جاولتو نقلكم جاي خفيفة ما شاء الله والكريمة يعني اللي حشينا بها جاي بنينة تاني تحبل اصلا الكريمة هادي قدكم تاجينواز خفيفة بزاف وبنينة تمدلكم يعني مدق مميز في الباتيسرية متاعكم ولا فتحليتها متاعكم ان شاء الله تجرب الوصفة انتها هادروا لي وتعجبكم وتنجحوا فيها اكيد يعني راح تنجحوا فيها اذا خدمتو بكامل نصائح اللي مديتها ملكم اصلا تركزوا على النقاط اللي هي تخلي رولينتاكم ما ينجحش منها الطياب بزاف اذا هدا هو الفيديو انتا اليوم ان شاء الله تكون وصفة عجبتكم نلتقي في فيديو لاحق ضمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة